أعلنت حكومة إقليم كردستان الشروع بتنفيذ الخطة الإقليمية للتعاون بين وزاراتها والمؤسسات الأممية والدولية وتشمل هذه الخطة وفقاً لمنسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان ديندار زيباري وزارات التربية والصحة والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية وقال زيباري في مؤتمر صحفي أن حكومة كردستان وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة أطلقت الخطة الإقليمية على مستوى عدد من وزاراتها وأن هذه الخطة مدعومة بشكل مباشر من قبل رئيس الحكومة مسرور بارزاني وأضاف أن بارزاني وجه جميع الوزارات بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والأممية كون ذلك سيرفع من تقييم عملها في المحافلة الدولية